مع حلول شهر رمضان أسعار الخضر والفواكه تصل إلى مستويات قياسية وأصبحت تثقيل كاهل المواطن البسيط نتيجة التحكم في المنتوج من قبل المضاربين خاصة البطاطا التي تعتبر مادة أساسية في معظم أطباق الجزائريين في هذه الأوين الأخيرة عرفت ارتفاع نوع ما جراء حول جوية مما سمحش بش كل الجن عملت الجن في ظروف عادية في المناطق الإنتاج عبر مستغانم وأيضا سكيكدا والطرف وعنبا والإشارة فالسوق عرفت ذبذب مما سمح لبعض المحتكرين لرفعوا الأسعار بصفة غير عادية بصفة جنونية وبغرض خفض الأسعار أقدم الدوان المهني الوطني لللحوم والخضروات على تفريغ كميات من البطاطا المخزنة وبعض المنتجات الفلاحية الأخرى خلال الشهر الفضيل عبر نقاط للبيع لكسر المضاربة العملية منذ بدايتها تم إخراج ما يفوق 30 ألف طن عبر كل التراب الوطني عبر مختلف الأسواق الجملة ومختلف أيضا الأسواق الجوارية ندخلنا باش يكون إن شاء الله إخراج هذا المخزون اللي رانا يشوفه اللي شاهده الأسعار هي تتراوح ما بين 40 و50 دينار جزائري كميات لدينا إنتاج كبير في المزاريين تواعنا ورانا نبيعها تقريبا 100 دينار لكيلو لسي ترانا نبيعها 120 دينار لكيلو الطمارة تلقى المزاريين تواعي رانا نبيعها 250 دينار لكيلو عواضا اللي هتنبعها 400-500 دينار الزيت زيتو رانا نبيعها 150 دينار مع توقعات انخفاض أسعار الخضر وخاصة البطاطا على المواطن إعادة النظر في سلوكه الاستهلاكي كما على الجهات الوصية تشديد إجراءات الرقابة للقضاء على المضاربة